هذا اليوم 12.9.2024 حوالي الساعة السادسة صباحا وقع حادث مميت للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم ثلاثة إقليم بلدية الحجيرة وولاية تقورت تمثل الحادث في استدام بين السيارة السياحية نوع هوندي أكسنت وحافلة تعمل على خط قلمة حسيم سعود أصفر الحادث للأسف عن وفاة سبعة أشخاص الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحجيرة فتحت تحقيقا حول الحادث اشتركوا في القناة